بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نتكلم على موضوع اسمه السلاسل الزمنية أو التايم تيرس هو عبارة عن إيه؟ عن بيانات لأي ظاهرة بس للسنوات من تسعين لألفين من تسعين لألفين وخمسة من خمسة وتسعين لألفين وثمانية المهم أن أنا بدي لك بيانات عن المبيعات بتاعته الأرباح والتكاليف كل دي ظاهر أنا عاوزي طيب أنا عاوز أتنبأ بهذه الظواغر لسنوات مقبلة عاوز أتنبأ لألفين وعشرين ألفين وثلاثين أي سنة فلازم أعمل الأول معدد التجاه إيه معدد التجاه لعما هي معدد الحضار ليصاد هات بتسوي ألف زاد به سين بس بقى السوابت بقى هنا إيه؟ اللي هما الألف والبه بيتغيروا بقى الألف مج صاد على نون والبه مج صاد على مج صاد على مج صاد تربية تقول لي الصاد هات الدهاني اللي هي الظاهرة آه ما للسين أنا اللي هجيبها آه أنت اللي هجيبها يفرق بقى لما يكون السنوات فردي ولا يكون السنوات زوجي لو فردي حط في السين حط في الصفر قدام السنة اللي هو في النص وسميها سنة الأساس ولما ترجع الوارع ترجع سلب واحد سلب اتنين سلب ثلاثة سلب أربعة وهكذا وتنزل واحد اتنين تلتة أربعة وهكذا المهم مجموح هايبقى صفر تقول لي طب افرد السنوات زوجي مش هبقى فيه سنة في النص هايبقى فيه سنتين في النص فيهنا الصفر مش هيقع قدام سنة بس لما أرجع من النص ده هايبقى ناقص نص بس ونرجع كمان سنة يبقى سلب واحد ونص سلب اتنين ونص سلب تلتة ونص وهكذا وننزل نص واحد نص اتنين نص ثلاثة ونص واحد كذا بحيث برضو السين لازم تساوي الصفر نشوف مثال بس الاول خد بالك لما اجا تنبأ بعد كده هنعوض عن السين بالفرق بين سنة التنبؤ وسنة الاساس يلا نشوف مثال السنة والمبيعات وعاوز معدل تجاه العام وعاوز اتنبأ بـ 2010 لان انا مديك من 2000 لـ 2006 فقط رحت مخلي السنة المبيعات سميتها صاد عشان اجيب الالف مج صاد على نون سهلة دي لان الصاد عندي جمعتهم 259 على عددهم سبعة السين بقى عشان اعملها بنشوف السنة اللي في النص مين 2003 نحط صفر لما نرجع لـ 2002 نقص واحد 2001 نقص اثنين نقص ثلاثة وننزل لـ 2041 2005-2006-03 اجماليهم صفر باسم تعال نضرب سين فصاد 30 في سلب 3 بسلب 90 32 في سلب 2 بسلب 64 35 في سلب 1 35-38 في صفر بصفر 34-34 42-2 بـ 84 48-34 وبعدين نجمع نليهم 73 في سلب وفي موجة طبعا سين تربيعة على الربع السيني بسالب 3 تربيع بتسعة سلب 2 تربيع باربعة سلب 1 تربيع بواحد صفر تربيع بصفر واحد تربيع بواحد 2 تربيع باربعة 3 تربيع بتسعة نجمع يطلع 28 تعال نجيب الالف والبي الالف مج صاد على نون 259 على السبعة 37 البي مج سين صاد على مج سين تربية 73 على 28 يطلع 2 وست من عشرة إذن المعدلة صاد تساوي صاد هات تساوي 37 زاد 2 وست من عشرة سين حيث أن سنة الأساس اللي قدام الصفر 2003 عاوزة تنبى بـ 2010 الفرق كام؟ الفرق سبعة تعالوا نشيل السين ونحط سبعة يبقى صاد هات تساوي 37 زاد 2 وست من عشرة في سبعة يطلع 55 واثنين من عشرة تعالوا نشوف مسألة على العدد زوجي أنا نزلت نفس المسألة بس زودت 2007 بـ 53 عشان يبقوا 8 سنين بدل ما هم سبعة ونفس المطلوب بالراب معدد تجاه عام وتنبؤ بـ 2010 رحت جايب الصاد حطتها اللي هي المبيعات ورحت مجمعة لقيتهم 312 السين لما يجي الصفر هنا مش هيبقى قدام سنة لأنه قدام 2003 ونص بين 2003 و2004 هي دول السنتين اللي في النص يبقى لما رجع من 2003 ونص ل2003 رجعت نص بس لما رجع ل2002 رجعت 1 ونص 2001 2 ونص 2000 رجعت 3 ونص لما نزل بقى هنزل 1 ونص 2 ونص 3 ونص لازم برضو مجموحهم سفر نضرب إذن التوتل 129 آه دي 120 السين السين تربيع هنربع كل السين ناقص 3 ونص تربيع بـ 25 ناقص 2 ونص تربيع 6 25 ناقص نص تربيع 25% نص تربيع 25% 1 ونص تربيع بـ 25% 2 ونص تربيع بـ 6 25% 3 ونص تربيع 12 25% يبقى التوتل 42 تعالوا نقسم 312 على 8 فيها 39 تعالوا نقسم 129 على 42 تطلع 7 100 إذن معادلة الاتجاه العام 39 زائد 7 حيث أن سنة الأساس 2003 ونص هناخذ الفرق ما بين 2010 و2003 ونص تطلع 6 تعالوا نشيل السين ونحط 6 يبقى صادها تساوي 39 زائد 7 100 في 6 ونص يطلع 58 96 من 100 شكرا